تابع الوحدة الثالثة نظام تكاليف الأوامر الانتاجية أمثلة تطبيقية مثال واحد شركة أبها الصناعية تتبع نظام تكاليف الأوامر الانتاجية وتجري سياسة الشركة على تحميل الأوامر بالتكاليف الصناعية غير المباشرة بمعدل 10 ريال لكل ساعة يبقى معدل التحميل هنا 10 ريال لكل ساعة عمل مباشر وقد بلغت الأجور المباشرة المحملة للأوامر 30 ألف ريال وأن معدل أجر الساعة 7.5 ريال وقد أمكن تجميع التكاليف الصناعية غير المباشرة في نهاية الفترة التكاليفية على النحو التالي كلمة في نهاية الفترة معناها أن دي التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية لأن اللي بيحدث في نهاية الفترة يبدأ الرقم الفعلي كانت تفاصيلها كالآتي مواد غير مباشرة 5000 ريال قوة محركة 5000 ريال أجور غير مباشرة 10.000 ريال استهلاك الآلات 15 ألف ريال إجار المصنع 18 ألف ريال المطلوب رقم واحد تحديد فروق التحميل أنحدد فروق التحميل ومعالجتها بفرض أنها ترجع الأسباب غير جوهرية يعني حساب ألف خه غير جوهرية على طول يجي في دماغنا حساب الأرباح والخسائر المطلوب الثاني تصوير حساب مراقبة التكاليف الصناعية الإضافية المحملة وحساب مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعالية وحساب فروق تحميل التكاليف الصناعية الإضافية الحل حل مطلوب واحد فروق التحميل فروق التحميل بتساوي تكاليف صناعية إضافية محملة نائس تكاليف صنعية غير مباشرة فالية طب التكاليف الصنعية الإضافية المحملة اللي هو الشق الأولى نده يجي ازاي؟ بيساوي أساس التحميل الفالي في معدل التحميل أساس التحميل الفالي ضرب معدل التحميل طب حيساوي أساس التحميل الفالي كان مواطع في التمرين ساعات العمل المباشر ومعدل التحميل كان معطى بعشرة ريال لكل ساعة يبقى مشكلتي معه ساعات العمل المباشر دي تتحسب ازاي الأول بنقول ساعات العمل المباشرة بتساوي الأجور المباشرة مقسومة على معدل أجر الساعة لأننا أصلا لو نفتكر زمان في تكاليف وزمان لما كنا بناخد بنقول الأجور المباشرة بتساوي ساعات العمل المباشر ضرب معدل الأجر طب العكس بقى لو أنا عايز الساعات يبقى أقسم الأجور دي تتقسم على معدل ليه؟ الأجر نطبق كده الأجور كان معطى بـ 30 ألف معطى ومعدل أجر كان معطى بـ 7.5 تطلع ساعات العمل المباشر أربعة تلاف ساعة عمل مباشر يبقى لربعة تلاف ساعة عمل المباشر دي هي دي أساس التحميل وأنا عندي معدل لتحميل معطى بعشرة يبقى إذن أقدر أجيب التكاليف الصناعي الإضافية المحملة لـ 4000 في عشرة يبقى أربعين ألف ريال وكان عندي التكاليف الصناعي غير المباشر فاليا كانت معطى بس كانت معطى بالتفصيل 5000 و5000 و10000 و15000 و18000 نجمحها تطلع 53000 يبقى لدي التكاليف الصناعي الإضافية المحملة حسبناها بـ 40 ألف والتكاليف الصناعية غير المباشر الفعالية جمعناها كانت معطى جمعناها بـ 53000 الفرق بينهم هو ده فروق التحميل فروق التحميل اللي هو اللي هي العلاقة بتاعت فروق التحميل يبقى فروق التحميل هتساوي اللي 40 ألف اللي حسبناها ناقص لـ 53000 تطلع 13000 بالنقصة وهي تقفل في حساب الأرباح والخسائر ليه؟ لأنها ترجع الأسباب غير جوهرية غير جوهرية يبقى القيد اليومية مدين داين داين 13000 حساب الأرباح والخسائر 13000 حساب فروق تحميل التكاليف الصناعية الإضافية جات في الدائن ليه؟ قفلت في الدائن ليه؟ لأن الفروق بالنقص لما حسبناها طلعناها بالنقص واللي بالنقص طبيعته مدين واللي طبيعته مدين يقفل أو يعالج في الدائن عشان كده جات في الدائن حل مطلوب اتنين حنصور حسابات المرأبة أول حساب عندي مراقبة التكاليف الصناعية الإضافية المحملة مدين وداين الحساب دا كنا قدرنا التكاليف وحسبناه ب40 ألف يظهر في الدائن بالرقم اللي حسبناه عن طريق معدل التحميل يقفل في الدائن وسميه حساب مراقبة الأوامر الإنتاجية تحت التشغيل يبقى التكاليف بعد الإضافية المحملة بنقدرها ونحملها المين؟ للأوامر الإنتاجية تحت التشغيل الـ40 ألف تقفل في المدين في حساب مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة نفتح حساب الثاني حساب مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة مدين وداين أيواه الرقم اللي كنا قدرناه بـ40 ألف بيتقفل فين؟ كان ظهر فيه في المدينة يقفل فين؟ في الدائن وسميه اسم الحساب اللي جاي منه اللي 40 دي جاي منين؟ من حساب كان عنوانه مراقبة التكاليف الصناعية الأضافية يبنكتب كلمة مراقبة التكاليف الصناعية الأضافية ده الرقم اللي كان إيه؟ قدرناه وجبناه من التكاليف الأضافية المحملة وفي المدين بنسجل بيانات التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية بالتفصيل كان عندي مواد غير مباشرة وقوة محركة وأجور غير مباشرة واستلاك الألات وجر مصنع يبقى مجموعة التكاليف غير المباشرة الفعلية مجموعة 53 ألف يبقى المجموعة 53 ألف نقفل المجموعة في الدين يطلع للمتمم هنا هنا المتمم 13 ألف 13 ألف ديلة حساب فروق تحميل تكاليف صناعية إضافية محملة يبقى تاني جينا في المحملة قدرنا التكاليف وثبتناها في الداين وكتبنا جنبها مراقبة الأوامر انتاجية تحت التشغيل لنا تحمل الأوامر تحت التشغيل وقفلت الأربين في التكاليف الصناعية غير مباشرة الفعلية لما نفتح حساب مراقبة التكاليف الصناعية غير مباشرة الفعلية أخذ الرقم ده وأعكسه في الداين وسميه باسم الحساب اللي جاي منه عنوانه اللي جاي منه مراقبة تكاليف صناعية إضافية محملة وابدأ أسجل التكاليف الفعلية اللي حدست فعلا لأنه مجموعة اللي حدث فعلا 53 أنقل المجموح هنا يطلع للمتمم 13 ألف دي الفروق أبدأ أفلها فين حساب اللي بعده حساب فروق تحميل تكاليف صناعية إضافية أدي المدينة وأدي الداين وتيجي تبدأ إيه الفروق كانت 13 ألف تتنقل هنا 13 ألف تتنقل هنا مراقبة إيه اسم الحساب اللي جاي منه 13 دي كان في حساب عنوانه إيه مراقبة تكاليف الصناعية غير مباشرة بقى نكتب هنا مراقبة التكاليف الصناعية غير مباشرة وأبدأ أفل الفروق اللي هي 13 ألف في حساب الأرباح الخساري لأنها غير جوهرية لأنها غير جوهرية بكده الحساب اتأفل